السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته حلقة اليوم نتكلم على نبات جميل بدأ ينتشر في منطقة الفرفرة وده من النباتات الواعدة طبعا هو بيجود في المنطقة نتيجة انه نبات صحراوي هنتكلم على زراعة التين الشوكي هنعرف تكلفة الفدان من ناحية الشبكة الرأي من ناحية سعر الكفوف والكتاف ونقول كده يعني بأسعار مبسطة الفدان بيتكلف كامل السلام عليكم اخ حسن اغبارك وبر صحيتك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اهلنا باشماندس انا اتكلم على اين نهارده النهارده زرعين هنا التين الشوكي زرعينه من حوالي شهر تمام عزو اللي حضرتك التين الشوكي ابتدأ هنا في الفرفرة الناس تلجأ للتين الشوكي احنا جبنا المساحة دي اللي مزروعة هنا حوالي خمس فددين وشوية دول هنا مسافة الزراعة كم في كامل احنا احنا هزرعناه على ثلاثة في خمسة ثلاثة في خمسة يعني بين النبات والنبات ثلاثة متر ثلاثة على الخرطوم واحد وما بين الخط والخط خمسة متر على اساس بعد كده اعرف اعدي لنبتل الشوكي طبعا هيعمل كده زي الشجيرة وحتبقى صعب تمر ما بينه انا فيه ناس برضه استسمحك بس بتعلي صوتك عشان المشاهدين يسمعوا الصوت انا بقول لحضرتك احنا عملناها خمسة في ثلاثة ثلاثة بين الشجرة والتاني على نفس الخرطوم وبين الخرطوم والتاني خمسة انا شاف ان هي مسافة كويسة اني مثلا لو انا واقف هنا يبقى انا بين الخطين اقدر امر واقدر اعمل الخدمة الكويسة على اساس التل الشوكي طبعا صعب تتحرك وسط منه عشان الاشواك نقول السعر بكام سعر الكفوف او الكتوف ولا هو كله على بعضه لا احاول حضرتك بس احنا الاول في المسافات في بعد كده ناس للامانة نصحتنا قالت كان المفروض تعمل تلاتة في تلاتة او ادية من كده بس احنا وسعنا شوية قلنا كده كده المساحات هنا واسعة وعشان بعد كده ربما مستقبلا اعرف امر ربما اعرف اعمل الخدمة بتحتي لان طبعا هاي بقى صعب تلاتة في تلاتة تيت اياه اويا احنا جبنا الكفوف دي الفدان تقريبا بألف ونص شتلات او كفوف يعني كلها على بعضها مشكل بين كفوف وكتوف هي العربية صراحة بتجي بنحمل وحتى لو تكسر منك لو هي جي كتف مسلا عشان نوضح للناس بس هي دي ورقة تعالti الكرة تعالى هنا بدي مسلا عن بسا هي لوحدها دي لوحدها بس او دي لوحدها دا اسمها ورقة اه لو واحدة وطلع منها واحدة يبقى كتف نسمعها كتف اه نقول مثلا زي دي تعالا كرة اه دا كتف اه دا كتف هدي اللي هو عبارة عن الورقة وطلع منها كذا ورقة تمام. دي ورقة. ورقة كفوف اه. دي كده كف. اه. وده كده كتف. وده كتف. تمام. ده يعني على حد معلوماتنا. اللي انت قلت كده العربية بتاخد اه حمولة قدية. العربية جابت الحمولة دي اللي حوالي اه ست فتدين. دي اللي هم اكتر من خمسة مشوية. عربية كبيرة او دبابة. اللي هي اللي الشفور او الجنب او اللي هي بتشيل تمانية طن دي. اللي هي بتشيل السبعة طن او التمانية طن. دي جابت اه كفة الست فتدين دول وزيادة كمان. ما شاء الله بكام بقى. اه. على الفدان واحد تقريبا مكلف الف ونص. الف ونص. على ارض ولا بوجود. لا من غير نقله. من ارض هنا. بنيلون ويبقى كام. بنولون عربية شرت بقى الست فتدين وزيادة كمية معنا. يعني اقول شرت سبع فتدين. مش عارف النولون بقى هتختلف من مكان ل مكان. يعني نقول كده تقريبا الفدان خد بسعر كام. نقول مسلا الفين جنيه. الفين جنيه. الفين جنيه. اه. الحلو فيه برضو ان مفيش حده يعني حتى الحسها كانت ميتة او بتاعها بتجدد. تمام. النقطة التانية برضو اللي عايز اقولها في التنشيوكي ملحوظة. اللي يجيبوا بقى يخلي بالهم من مضوع شواك فبي لما بينزل بقى يترص رصة كده معينة. طبعا مصدر الشترات هيقولك على الملاحظات دي. بس بنول هالناس يعني. بترص رصة كده معينة في العربية. ولما ينزل من العربية برضو. يتخزن حوالي اسبوع ولا حالي تحت كده. وبعد كده يتزرع. عشان لو فيه قروح ولا حكا تقفل. اه اه. ويتحط حضرتك احنا. ده بعد اذنك بقول معلومات دي كلها طبعا احنا. لا لا ربنا ايتيك الصحة والعافية رب. الاشوك احنا جيبنا حتى حتى الجوانتي اشترنا من هناك مع عشر ثلاثة يعني ده عشر دقا عبنين حسابنا في. تمام. اه. النبات. اتفضل. استاذ نحضاتك. خلنا بقى نعمل نزرع التين الشوكي. الحت دي في الارض احنا نزرعناها في القمح والشعير والزراعات التقلدية دي ما كانتش حلو. اه. فالتين الشوكي يصلح اه في الاراضي اللي مش صالحة الحاجة او مش نفع في حاجة. يعني لما تحس ان الارض اه بور. مش نفعها. اديها تين شوكي. اديها تين شوكي. وهي ما احصل خلي بالك سريع يعني يعني. التكلفة الشبكة الرأي ليه كام? انا عامل الشبكة هنا بخامات متواضع. طبعا اسعار البلاستيك والخامات دي كل يوم في الطالع. فاحنا انا هنا عملتها من اربعة تلاف وطالع بها. اربعة تلاف. احنا كان الخط الاساسي يراكب الستة بوصة. تمام. وزعنا منه الشبكة فرعيات وخرطيم ونجطات والكلام ده. اه اربعة تلاف خامات. واجر السباك ده با يختلف. لكن يعني اقول مثلا اربعة ونص. اه. يعني الفتان متكلفك الزراعة بشبكة رأي في حدود من ستة لسبعة تلاف. وكمان اه لو العمالة والزراعة وتدوير الجور في في حيثيات كنا مش متذكرة بالزبط. لكن كشبكة ممكن اربعة تلاف خامات وطالع. على حسب نوعية الخامات. وزعنا الالف ونص للشتلات او الكفوف. يعني بالجور بالشتلات بالشبكة بكله نقول سبعة تلاف. الفدان. سبعة تلاف يبقى مزروع. تمامية تمامية. سبعة تلاف يبقى مزروع تينشوكي. ممتاز. ممتاز. وعشان الميا برضو احنا هنا التينشوكي متحمل جدا. اه المصدر برضو اللي اشترينا من الشتلات قال لك احنا ممكن في الشتا بترويه ممكن الشتا كله ترويه تلات مرات بس او مرة واحدة. والله انا اصلا لما كنت باشتغل في التينشوكي في الامارات كنا منعمل اه حاجة مهمة وهي اه من اقفل شبكة الري نهائيا عن النبات من واحد عشرة لواحد خمسة. طول فترة الشتا ما فيش ولا نقطة مية. اللي انا عايز حاجة. بس في امطار كانت. لا 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 اه كان يهمني ان الكاف زي ده. السمك ده انا مش عايزه. السمك ده كده مريم مياه. انا عايزه يقل اول مية فيه عشان يدفع للتزهير بتاعه. اه. فانا النبات لما بعمل له التصويم السنوي من واحد عشرة لواحد خمسة بخلي الكفوف بيحصل لها تفعل التزهير. فبالتالي. اه. اه. تقفل المية تماما في الشتا. انا عايز الكاف يكون اه ناشف. حتى لو الارض هنا رملية. طبعا. اصلا اصلا لنديد من الشوكي نبات صحراوي. اه. اه بيتحمل بيخزن المية فيه. يكفيني قوي الندى بتاع الصبح. يكفيني الرطوبة الجوية بتاعت الشتا ان هو يدتيله احتياجاته. ان انا عايزه يجف عشان يدتي تزهير. ان انا لو يدتيله مية 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 مية. هتلاقي الكاف في نفخ معك. اه. ومش هيتيك تزهير. يعني نمنع عنه المية شوية. تمنع عنه المية. طيب اه احنا هنا ما عملناش خدمة. كنت شايف انت حضرتك بيجدد. ديب كلها اقل من شهر دلوقتي. اه. هي بيجدد احنا محطناش اي حاجة رملة وفي الرملة حطنا التن الشوكي. باش لا بعد سنة. حال ده محتاج تسميته باش مهندس. ده بعد السنة ان شاء انت قلت قلت بقله شهر. اقل من شهر. طيب. السنة الجاية ان شاء الله نبقى نعمله الختمة بتاحتي. السنة الجاية? السنة الجاية. ده حاجة اه. النبات ده من النباتات الموفرة في التاسميت موفرة في المية. احتياجات وبسيطة جدا جدا. وبيتلك خير. ربنا علم بها. انا زرعنا امر واقع بس بعد كده الناس ادتنا معلومات حلوة عن التن الشوكي. ان شاء الله. احنا كده احنا كده اتكلمنا بصفة زغيرة عن زراعة التن الشوكي مع استاذنا العزيز وصديقنا الغالي الاستاذ حسن. فربنا يتيك السح والعافية وماشاء الله ايتك خطرة في المكان. الله يبارك فيك ده بفضل توجهاتك. الله يبارك فيك. تحياتي ليك مع الف السلام. مع السلام مع السلام مع السلام.